السلام عليكم عزيزي طلاب وطالبات الصف الأول المتوسط نلتقل اليوم بإذن الله تعالى مع اختبار نهائي مادة العلوم للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1444 هجرية ونبدأ بالسؤال الأول طريق الإجابة الصحيحة من بين الإجابات التالية تستعين دودة الأرض في حركاتها بالأشواك أم بالأصوات أم بالأقدام أم بالزوائد المفصلية تستعين بالأشواك في حركتها اثنان أي مماري يعد حيوانا متطفلا الإسفنج أم البلاناريا أم الدودة الشريطية أم قنديل البحر من الحيوانات المتطفلة الدودة الشريطية ثلاثة ما نوع التماثل في المفصليات عديدة الأرجل أو عديدات الأرجل هل التماثل الجانبي أم شعاعي أم داخلي أم عديمة التماثل تماثل هذه المفصليات تماثل جانبي أربعة أي المخلوقات الآتية لجسمها جزئين رئيسيين هل هي الإسفنجيات أم العنكبيات أم الرخويات أم الديدان الذي جسمها جزئين رئيسيين هو العنكبيات خمسة الفراشات والنمل والنحل أمثلة على حشرات تمر خلال دورة حياتها بتحول كامل أم بتحول ناقص أم من سلاخ أم لا تقوم بأي تحول هذه الحشرات تمر خلال حياتها بتحول كامل ستة أي الحيوانات التالية لا ينتمي للمجموعة نفسها الحلزون الإخطبوط المحار نجم البحر الذي لا ينتمي لهذه المجموعة هو نجم البحر سبعة الجزء الذي يقوم بعملية البناء الضوئي في النباتات هو البلاستيدات الخضراء لا النواة ولا الفجوة ولا الجدار الخلوي إنما هي البلاستيدات الخضراء ثمانية اكتشف الخلايا عندما درس مقطع من الفلين من هو هذا العالم؟ هو روبرت هوك روبرت هوك هو العالم الذي اكتشف الخلايا تسعة توجد مادة الـ DNA في السيتو بلازم الميتو كندوريا الغشاء البلازمي أم في النواة يوجد مادة الـ DNA توجد في النواة عشرة أي من ما يلي خلية محاطة بالكالسيوم والفسفور هل هي الخلايا الجلدية أم الخلايا الدهنية أم أنها الخلايا العظمية أم الخلايا العضلية التي تحاط بالكالسيوم والفسفور هي الخلايا العظمية احدى عشر أي من ما يلي يتحكم في مرور المواد من الخلية وإليها الغشاء البلازمي البلازمي هو الذي يتحكم في مرور المواد من الخلية وإليها اثنى عشر ما المصطلح المناسب الذي يصف المعدة؟ هل هي عضية أم جهاز أم عضو أم هي نسي المصطلح المناسب الذي يصف المعدة هو أنها عضو ثلاثة عشر أي الفقريات التالية تتنفس بالرئات والجلد معا؟ البرمائيات تتنفس بالرئات والجلد السؤال الرابع عشر أي الأسماك التالية يعد مثالا على الأسماك الغدروفية؟ هل هو السردين أم القرش أم السلمون أم البلقي؟ الذي يعد مثالا على الأسماك الغدروفية هو سمك القرش خمسة عشر أي التكيفات التالية تساعد الطيور على الطيران؟ هل هي عظام الخفيفة أم منقار الكبير أم بيض ذو قشرة قاسية أم الجسم المستعرض؟ العظام الخفيفة هي التي تساعد الطيور على الطيران ستة عشر أي الحيوانات التالية لها جلد دون حراشف أو قشور؟ الثعابين الدلافين أم الضب أم السمك التي لها جلد دون حراشف أو قشور هو الدلفين سبعة عشر أي ثديات تضع البيض الأولية أم المشيمية أم الكيسية أم آكلات اللحوم؟ السديات الأولية هي التي تضع البيض ثمانية عشر يتم حماية بيض الزواحف الأمنيونية هل هو الغطاء الهلامي أم أشواك حادة أم صدفة جلدية قاسية أم قشور صلبة؟ هي القشور الصلبة التي من خلالها يتم حماية بيض الزواحف تسعة عشر أي من ميالي يعد من العوامل غير الحيوية؟ هل هي البعوضة أم شجرة الصنوبر أم أشاعة الشمس أم الفد؟ أشاعة الشمس هي التي تعد من العوامل غير الحيوية عشرون البحيرة والنهر والغابة هذه تعد أمثلة على الإطار البيئي أم المنتجات أم الجماعة أم النظام البيئي؟ هذه تعد من أمثلة النظام البيئي المخطط في الشكل الذي أمامنا أعلى مثال على سلسلة غذائية أم أنه شبكة غذائية أم أنه نظام غذائي أم جماعة حيوية؟ هذا المثال مثال على سلسلة غذائية اثنان وعشرون أي مما يلي يعد من المنتجات؟ الأعشاب الفقريات الحصان أم الأسماك الذي يعد من المنتجات هو الأعشاب ثلاثة وعشرون جميع الأنظمة البيئية على الأرض تكون الغلاف الجوي أم الصخري أم الحيوي أم المائي؟ جميع الأنظمة تكون الغلاف الحيوي على الأرض أربعة وعشرون الشبكة الغذائية نموذج يصف انتقال الطاقة في النظام البيئي الشبكة الغذائية هي عبارة عن نموذج يصف انتقال الطاقة في النظام البيئي خمسة وعشرون أي مما يأتي يعد مثلا على الموارد غير المتجددة؟ هل هو ضوء الشمس أم الماء أم النفط أم الأشجار؟ النفط هو الذي يدل على الموارد أو مثلا على الموارد غير المتجددة ستة وعشرون أنه وضع الأوراق المستعملة في أرضية قفص العصافير مثال على إعادة الاستخدام أم إعادة التدوير أم الترشيد أم الشرار هذا يدل على إعادة الاستخدام أو مثال على إعادة الاستخدام سبعة وعشرون ماذا يحدث عند استنشاق الهواء الملوث؟ مطر حمدي أم فضلات صلبة أم مشكلات صحية أم تلوث الماء؟ عند استنشاق الهواء الملوث يحدث مشكلات أو تحدث مشكلات صحية السؤال السامن والعشرون أطفاء الأضواء غير الضرورية مثال على إعادة الاستعمال أم الترشيد أم إعادة التدوير أم التلوث هذا يدل على الترشيد في استهلاك الكهرباء تسعة وعشرون الورق والتفاح والأقلام الخشبية جميعها مثال على الموارد المتجددة ثلاثون ضرح الزيوت المستخدمة في المحركات على الأرض قد يسبب تلوث الهواء تلوث الماء أم فضلات صلبة أم المطر الحمدي ضرح الزيوت المستخدمة في المحركات على الأرض يؤدي إلى تلوث الماء السؤال الثاني أجيبي عن الأسئلة الآتية أعطي مثالا لكل من الديدان المفلطحة ومثال ذلك مثال الديدان المفلطحة الدودة الشريطية هي مثال لديدان المفلطحة مثال على الرخويات لدينا المحار نفال على الرخويات الموارد الطبيعية لدينا كثير من الموارد الطبيعية منها الماء أو الشمس أو الرياح أو غيرها ونأخذ منها الشمس بأكملي خريطة المفاهيم التالية التي توضح شعبة الحبليات وفي شعبة الحبليات هنا تنقسم الحبليات إلى الكيسيات والسهيميات والفقاريات ننتقل بعد ذلك إلى السؤال الثالث أحكمي على الأسئلة أو صحة الإعبارات الآتية أو خطأها بكتابة علام الصحة أو خطأ في المكان المناسب واحد تشترك الفقاريات في أنها تمتلك جهاز دوران يحتوي على دورة دموية مغلقة هذه عبارة صحيحة اثنان البكتيريا من الأمثلة على الخلايا العديدة هذه عبارة خاطئة ثلاثة من الفقاريات المتغيرة درية الحرارة الأسماك والطيور هذه عبارة خاطئة أربعة الديدان الإسطوانية لها هيكل خارجي يغطي جسمها ويحميها هذه عبارة خاطئة خمسة تتغذى الإسفنجيات عن طريق امتصاص المخلوقات المذابة في الماء هذه عبارة صحيحة ستة يتكون النظام البيئي من تفاعل المخلوقات الحية المختلفة فيما بينها وبين العوامل غير الحية هذه العبارة صحيحة هكذا أعزائي قلاب وطالبات الصف الأول المتوسط نكون قد أنهينا هذا الاختبار اختبار مادة العلوم للفصل الدراسي الثالث ألقاكم على خير بإذن الله تعالى في اختبار مادة أخرى لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ودعمونا بالإعجاب دمتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر